إذا كنت من الناس اللي بتشتغل ببلوك أو بكيوبيت فأنت بكتير من الأحيان أو الأوقات بتحتاج تعرف شو اللي عم يصير عندك بالضبط بالبلوك أو بالكيوبيت كيف يعني؟ يعني أوقات لما بتساوي قاد لإيفنت معين بالبلوك أنت بتكون بحاجة تعرف شو الستيتس اللي عمله إيميت جراء هادي الإيفنت أو بالكيوبيت في حال استدعاء مسود معيني شو اللي عم يصير بالضبط فيها كمان شو الستيتس اللي عم ينعمل coronavirus وكمان بالبلوك جراء event انت بحاجة تعرف شو الستات اللي كانت قبل اضافة هاد الـ event وشو صارت الستات بعد هاد الـ event كمان انت اوقات بتكون بحاجة تعرف هاد البلوك ايمتا عمله create او ايمتا عمله close كل هادول القصص انا ممكن اعرفن عن طريق البلوك observer شو هو البلوك observer وانا كيف ممكن استفاد منه بالبلوك او بالكيوبيت هاد موضوعنا بهاد الفيديو يعطيكم العافية جماع ان شاء الله تكونوا بخير بالبداية هاد التطبيق اللي شايفينه هلا هو التطبيق اللي ساويناه الفيديو الماضي اللي هو عبارة عن تطبيق بسيط عرفنا عن طريقه انا كيف ممكن استخدم البلوك او الكيوبيت مع الابي اي فحاليا بهاد التطبيق رح نتعرف على بلوك observer وشو اللي عم يصير عندي بالضبط بالبلوك او بالكيوبيت طيب بالبداية رح روح هموقع البابدو الدف تمام ورح اكتب بالبحث بلوك ورح فوت عن بكيج البلوك طبعا بكيج البلوك الاساسية ما بكيج ليفلتر بلوك ورح أنزله شوي لتحت بلاحظ انه عاطيني هاد الكود وكاتب لي هون انو هاد البلوك observer فيك تستخدمه مع كل الابي انت مع كل بلوكس اللي عندك طيب شو الفرق بين هاد الكود والكود اللي فوق متل ما بنعرف اول فرق بين البلوك والكوبيت انه البلوك بيعتمد على الـ Events بس الكوبيت بيعتمد على الـ Methods او الـ Functions ففعليا اول فرق هاي المثود ما أنا موجود فوق بالـ Observer الخاص بالكوبيت و تاني فرق هو هاي المثود اللي اسمها On Transition اللي هي الـ Function اللي عن طريقه انا بعرف انه جراء Event معين هاد الـ Event شو الـ State اللي كانت قبل ما ضيفه وبعد هاد الـ Event شو صارت الـ State وباقي الـ Methods او الـ Functions هي نفسه فازا بطلع على الكود اللي فوق بلاحظ فعلا انه هون ما عندي المثود اللي اسمه On Transition وكمان ما عندي المثود اللي اسمه On Event تمام وباقي الـ Methods هي نفسه طبعا هادول المثود هلا شوية عني رح نشوفهم ونتعرف عليهم اكتر رح انزل هلا لتحت ورح اخذ هاد الـ Code ورح روح على المشروع تابعنا وبمجلد الليب رح ساوي New Folder ورح ساميه Helpers ورح ساوي جواد هاد المجلد File ورح ساميه My Block Observer Observer .dart ورح اوصق الكود ورح ساوي Import للFlutter Block متل ما انتبهتوا انا فعليا ما حاجة تضيف هاي الباكيج اللي هي باكيج البلوك الاساسيه ليش لانه فعليا باكيج البلوك الاساسيه لانه فعليا باكيج البلوك الاساسيه معتمدي على باكيج البلوك الاساسيه فضميا باكيج البلوك هي موجودة بداخل البلوك خلونا كمان نرجع عالدوكيومنتيشن شوي واذا بنزل لتحت بعد ما ضفت هاد الكود ملاحظوا انه هون عم يقلي لازم اخد هاد السطر وحطه بالMain.dart ولازم حطه قبل ما استخدم اي بلوك تمام فرح اخد هاد السطر ورح روح على main.dart وهون بداخل المين رح حط هاد السطر ورح ساوي Import للMy Block Observer اللي هو فعليا هاد الكلاس وطبعا هون بخصوص البرينت عم يعطيني warning انه غلط البرينت تكون موجودة بالProduction او Release فهون مشان نحل هاد الورنينج رح شيك اذا كنت انا بتدي باكي مود فرح ساوي هاي البرينت وقلا ما رح ساوية تمام وطبعا ممكن نساوي نفس الشيء لكل الميسودس الموجودة بس مشان الوقت رح ساوي يونو ارجع لكم طيب هلا خلونا نتعرف ع هاد الblock observer بالبداية اذا بدنا نترجم كلمة observer هي مراقب وفعليا هو هاد الشيء اللي عم يشتغضه عم يراقبلنا حالة الblock او الكيوبات فمتل ما بنلاحظ هو عبارة عن كلاس عادي عم يساوي Extents من الblock observer وبعدين عم نساوي Override لشوية Methods تمام طيب خلونا نتعرف هلا عفائدة الblock observer رح روح على main.dart بلاحظ هون انه انا عم ساوي Block Provider وهون عم ساوي Create للblock اللي اسمه Todo's Block وبعدين مباشرة عم ضيف عليه Event اللي هو Get All Todo's Event طيب خلونا هلا نكبر شاشة الكونسول شوي Debug Console ونساوي Restart اعطاني Loading وبعدين رجعتلي Loaded State اللي محمل ب Todo's Placed of Todo's وبلاحظ كمان بالكونسول طبعلي شوية قصص اول شي طبعلي الـ OnCreate انه انا صار في عندي Create للblock واللي هو Todo's Block تمام ومباشرة بعد الكريات انا صار في عندي عملية اضافة لـ Event وهذا الـ Event هو Get All Todo's Event وطبعا هذا الـ Event موجود بداخل الـ Todo's Block او تابع لـ Todo's Block ومدام صار في عندي Add لـ Event فصار عندي Transition هذا الـ Transition صار بالـ Block اللي اسمه Todo's Block والحالة الحالية قبل اضافة هذا الـ Event كانت Loading State اللي هي الحالية الحالية او الـ State الحالية بعدين جراء الـ Event اللي اسمه Get All Todo's Event الـ State صارت Loading State تمام وبعدين صار عندي Change او تغيير بالـ State اللي عندي بالـ Block اللي اسمه Todo's Block الحالة اللي كانت قبل التغيير هي Loading State والحالة التالية او اللي بعدها هي كمان Loading State طبعا ليش الحالة الحالية هي Loading State والحالة اللي بعدها هي كمان Loading State لانه متل ما بتتذكروا اذا بروح على Block اذا بروح على Block نفسه وبزغر هي شوي بلاحظ انه انا عندي State الـ Initial لهذا الـ Block هي Loading State بعدين انا بعد ما عم ضيف الـ Get All Todo's Event كمان عم ساوي امت للـ Loading State فهذا السطر شفناه هون بالـ On Change بالحالة الـ Initial كانت Loading State بعدين ساويت امت كمان للـ Loading State ووقت احكينا ليش بالفيديو الماضي وبعدين بالـ Block انا هون بعد ما عمضت كل الـ Todo's من الـ Todo's API لـ Class اللي عمنا ساويت امت للـ Loaded State وعطيتها الـ Todo's اللي معي اذا بنرجع الـ Debug Console بلاحظ انه كمان صار عندي Transition بالـ Block تبعنا والحالة الحالية هي Loading State جراء الـ Event اللي اسمه Get All Todo's Event والحالة التالية هي Loaded State وطبعا هي الحالة هي محملة بـ List of Block كل هاد الكلام انا عرفته عن طريق الـ Block Observer وطبعا بحال صار خطأ فالمفروض الحالي هون ما تكون Loaded State المفروضه تكون Error State دعونا نجربه رح طفي واي فاي بالجهاز رح طفي انترنت ورح ساوي restart للتطبيق فعلا متل ما اني متوقع لحد هون هو نفسه شفناها من شوي ولكن هون انتقلت الحالي اللي عندي من Loading State جراء الـ Event اللي اسمه Get All To Do's Event للـ Error State وهي الـ Error State محملة برسالة الخطأ اللي هي هون اللي عرضناها بالـ UI تمام؟ وبعدين بالـ OnChange تغيرت عندي الحالي كمان من Loading State للـ Error State اذا بتلاحظوا تقريبا Transition والـ OnChange قريبين ع بعض بس بالـ Transition انا بعرف شو الـ Event اللي بسببه عم تتغير عندي الـ Stats وطبعا اذا بنرجع على الملف اللي اسمه Block Observer بلاحظ هون بالـ OnCreate عم يطبع OnCreate بعدين Block.RuntTimeType اللي هو فعليا هاد السطر وبعدين بالـ OnEvent كمان نفس المبدأ اللي هو هاد السطر وبعدين عم يطبع لنا شو هو الـ Event وبالـ OnChange كمان نفس المبدأ اللي شفناها هون وكمان هون والـ OnTransition كمان نفس المبدأ الـ OnError ما شفناها اللي هي فعليا لما يصير عندي خطأ معين بالـ Block والـ OnClose لما يصير Close لهذا Block هلا نحن عنا Block واحد وما عنا غير شاشة واحدة ففعليا هاي القصة حاليا ما حد تبين معنا ما رح نقدر نشوف هاي المسود بس فعليا هاي المسود بتتنفذ لما بينعمل Close لهذا Block وطبعا هادي الشي مسؤولي عنه باكيج الفلتر Block هي بتعمل Close تلقائيا للـ Block فمتل ما شفتوا انا عم اعرف شو عم يصير عندي بالـ Block بالضبط كيف عم تتغير الـ States وامت عم ينعمل Create لهذا Block وجراء Event معين شو عم يصير وامتا بينعمل Close لهذا Block كل هدول التفاصيل انا عم اقدر اعرفون وطبعا حاليا تطبيقنا صغير فما رح تبين الفائدة تماما من Block Observer ولكن بحالة التطبيقات الكبيرة واللي بكون عندك فيها كتير Blocks أو Cubits انت هاد الشي كتير بهمك اوقات بتلاقي Block أو Cubits عم يرجعلك State انت ما بدك ايها وما بتعرف شو عم يصير فبدال ما تعمل Brand بكل مكان بالـ Block أو بـ Cubits فانت هون ممكن تستفاد من Block Observer طيب خلونا نجرب هلا Block Observer مع الـ Cubits متل ما حكينا بالـ Cubits الميسود اللي اسمه On Event والميسود اللي اسمه On Transition ما ننموجودين فانا ممكن امسحهم من هون ممكن امسحهم والـ On Event وممكن امسحهم ما رح يعطيني خطأ او مشكلة فرح ارجع الـ Main.Dart وهون بدال ما ساوي Provide للـ ToDoS Block رح ساوي Provide للـ ToDoS Cubits وهون بدال الـ Add رح امسح هذا الكلام مباشرة رح استدعي الـ Get All ToDoS ورح رح كمان على الـ Beages على الـ ToDoS Page وهون بالـ Block Builder بدال الـ ToDoS Block رح اكتب ToDoS Cubits ورح امسح هذا الـ Import من الـ Block تمام؟ وكمان رح 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 الـ Widgets على الـ Error Widget وتحت هون بالـ On Press بدال الـ ToDoS Block رح اكتب ToDoS Cubits وكمان هون نفس المبدأ رح امسح الـ Add ومباشرة رح استدعي الـ Get All ToDoS تمام؟ دعونا هلا نكبر الـ Debug Console ونساور Start مثل ما انتبهتوا المعلومات اقل اعطاني الـ On Create والـ On Change ما فيه لا On Event ولا On Transition مع انهم موجودين يعني نحنا ما مسحناهم هاي الـ On Event وهي الـ On Transition وبصراحة بهاي القصة الـ Block يتفوق على الكوبيت الـ Block احسن من الكوبيت بهذا الموضوع دعونا هلا نرجع الـ Debug Console رح كبرها شوي طبعا حاليا ما فيه انترنت بالجهاز اذا بقوص على Try Again ففعليا طبعا بالـ On Change بالـ ToDoS Qubit صار في عندي تشينج للـ State الـ State الحاليه كانت Error State وهي الميساج اللي جواته والـ State اللي بعده هي Loading State كمان اذا بنروح على كوبيت وبعدين على كوبيت نفسه بلاحظ انه انا بس استدعي هاد الميسود اول شي عم ساويه اني عم ساوي امت للـ Loading State وبعدين عم حاول جيب كل الـ ToDoS وفي حال نجاح العملية عم ساوي امت للـ Loaded State وعم عم عطية ToDoS وبحال صار خطأ عم رجع الـ Error State عم ساوي امت للـ Error State فأزا برجع على الـ Debug Console وحاليا ما في انترنت بجهاز بعد ما كبست على الـ Try Again تغيرت الحالي من الـ Error State للـ Loading State وبعدين رجعت تغيرت الحالي من الـ Loading State مرة تعنيه للـ Error State تمام؟ دعونا هلا نساوي كلير للـ Debug Console وارجع ابتصل بالـ Wi-Fi ونجرب نساوي Try Again مباشرة نستدعي الـ OnChange الخاصة بالـ ToDoS Qubit الحالي الحاليه كانت Error State الحالي التاليه هي Loading State بعد ما رجعت للـ ToDoS تغيرت الحالي من Loading State للـ Loaded State وكمان هاي الـ State محملي بالـ ToDoS فهذا هو الـ Block Observer انا ممكن استفاد منه بالـ Block وبالـ Cubed وهيك ما نكون وصلنا لنهاية هات الفيديو بتمنى منكم اتحطوا لايك لهذا الفيديو وتكتبوا لي رأيكم بالتعليقات وتشاركوا هات الفيديو وتساوي سبسكرايب للقناة وبشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله سلام